شيع الفلسطينيون اليوم جثمان الشهيد الشاب فارس حشاش في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس واستشهد الشاب حشاش عصر اليوم وأصيب ثمانية آخرون من بينهم طفل خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيم وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم عقب فشلها في اعتقال المقاوم المطارد عصام الصلاج بعد محاصرة منزله في المخيم ومداهمة منازل أخرى واحتجاز سكانها وقد انتلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال